بيبدأ المسلسل مع محامية اسمها إيلا وهي بتحكي عن أسرتها وبتقول إنها مولودة لأب وأم بس تحبهم استمرت لتلاتين سنة لدرجة إنها تشبه قصص الحب اللي في الروايات والأفلام الرومانسية لكن لإن الحلوة ما بيكملش القصة دي بتنتهي بشكل دموي وعشان نفهم إزاي الجريمة هدمة الحب اللي بين الزوجين بنرجع بالزمن لقبل وقوعها وبنشوف إيلا وهي خارجة من المحكمة وبتتصل بصحبتها في التليفون وبتقول لها إنها كالعادة كسبة القضية رغم إن الخصم كان جايب محامين كبار ومستشارين مشهورين وبسبب فرحتها الشديدة بنجاحها بتغني معها في التليفون وفي نفس الوقت ده بيكون كينان أخو إيلا مع صاحبه كلش في العربية وبيبقوا هما كمان مبسوطين وبيغنوا وبتبعت له إيلا رسالة بتقوله فيها إنها مش هتقدر تيجي في المعاد اللي كانوا متفقين عليه ولما بيوصلوا هما الاتنين لمزرعة الزتون بينزل كلش من العربية وبيسلم على عمال المزرعة كلها كويسة وبيعرفوا إن مراته بتولد النهاردة وعلى الرغم من كده هو معتزرش عن شغله وجي المزرعة علشان يرش المبيد على أشجار الزتون وبيقترح عليه كلش إنه ياخد ماكانه في الشغل ويخليه يروح يقعد جنب مراته وهي بتولد ولما بيشوف كينان اللي بيحصل بيفكر كلش إن عندهم اجتماع مهم لكن كينش بيبقى مصمم على إنه يرش الزتون بنفسه وبيضطر كينان إنه يسبقوا على الاجتماع لحد ما يخلص رش وهناك بيقعد كينان مع المستثمرين هو وعمه إحسان وبيقول لهم إنه هو هيخصص لهم قطعة أرض من مزارع الزتون علشان يبنوا عليها المشروع اللي هيشاركون فيه وبيقول لهم إن كلش هيشرح لهم كل حاجة بالتفصيل وفجأة بيوصل كلش على المطعم اللي فيه الاجتماع على جرار كان بيستخدموا فرش الزتون ولما بينضمه الاجتماع بتقدم له ما يسم مسؤولة التفاوض ملف فيه كل تفاصيل العرض بتاعهم وبتقول لهم إنهم كمستثمرين هيبنوا فندق على جزء من أرضهم وهيكون ليهم عائد استثماري عليه والإدارة هتكون لمجموعة من محترف العمل الإداري وبتقدم له ملف فيه دراسة الجدوى اللي هم عملوها للمشروع وبياخد كلش الملف وبيقرأ باهتمام شديد وبعد ما بيبص عليه بيقفله وبيتكلم مع ما يسم وبيقول لها إنها بتحطه قدامه ورق كتير ومتوقع منه إنه يقرأ كله بس من غير ما يقرأ كله وقدر يعرف الجواب من عنوانه وبيعرفها إنه معترض على إن الإدارة مش هتكون من ناصبهم وبيقول لها إنه هم مش مجرد فلاحين أو توابع لأي حد ومش هيشتركوا في أي مشاريع ملهمش فيها حق الإدارة وفي اللحظة دي بيحاول كنان ويهديه وبيقولوا إن الاجتماع اللي هم فيه ده اجتماع للتفاوض والاتفاق لكن كلش بينفعله بيقوم من مكانه وبيقول لها إنها موجودة في المدينة بتاعتهم وعلى أرضهم اللي لو تبنى عليه فندق هتكون الإدارة بتاعته لهم هم وبس ولما بيخرج كلش برا المطعم اللي فيه الاجتماع بيخرج إحسان وراء وبيلوموا على إنه عامل مايسم بشكل مش كويس وبيقول له كلش إنه هم مش محتاجين لميسم ولا لمستثمرين اللي هي بتمثلهم ولا محتاجين حتى رؤوس أموالهم لإنه هم هيستعبدوهم بيها فبيسألوا إحسان إن كان عمه فوزي على علم باللي هو بيعملوا ده ولا لأ وبيعرفوا إنه هيتكلم معاه وهياخد موافقته بنفسه على المشروع بعدها بيروح كلش مع أخوه علي ومامته سنيحة وأخته زحل عشان يزوروا فوزي ومراته نورتان اللي بيبقوا بيحتفلوا بعيد جوازهم وفي بيت فوزي بيقعد كنان ابنه وصاحبه كلش علشان يلعبوا معاه طولة أما إحسان فبيلفت انتباهه أنواع البذور الكتير اللي إحسان محتفظ بيها وبيمسك بذور سلالة قديمة من الزتون وبيسأل فوزي عنها فبيجابوا إنه هي من بذرة من بذور أجددهم ولما بيلاحظ فوزي إن إحسان عنده كلام عايز يقوله بيطلب منه يتكلم فبيتكلمه عن المشروع اللي كريش رفضه وعلى طول بيتطوع كنان وبيشرح لأبو فوزي فكرة المشروع وبيقوله إن ده مشروع استثماري هيفدهم وهيدخل لهم أرباح مش قليلة لكن فوزي ما بيكونش متحمس للفكرة وبيقولهم إنه هما علشان يعملهم مشروع ده هيتخلوا عن ثلاث فددين تقريبا وبيوجه كلامه الكريش وبيقوله إنه مزارع وملوش في شغل الفنادق ولا السياحة ولما بيحاول إحسان إنه يتدخل بيقوله فوزي إنه حاسس إنه هما خططوا لكل شيء بخصوص المشروع ده وكل اللي ناقصهم هي إمدتوه وبس وعشان كده هو متدايق فبيقوله إحسان إن الزمن تغير ولازم يواكبه والفندق اللي هيتبني على أرضه ده هيغير المدينة كلها وهيدخل لها سياح كتير وفي اللحظة دي بتدخل واحدة من مساعدين نورتان مراد فوزي وبتقولهم إن العشا جاهز عشان كده بيأجلوا منقشتهم وبيروحوا يتعشوا وعلى العشا بيحتفلوا بالذكرى الثلاثين لجواز فوزي من نورتان لكن بيرنا مراد كنان بتفتح موضوع الفندق وبتقول إنه جوزها كنان لازم يبني الفندق لأن ده من أحلامه فبيحاول فوز إنه يغير الموضوع وبيقول إن الكلام في الشغل لو وقته أما نورتان فبتنصح بيرنا إنها متتدخلش في شغل كنان وكلش وفي اللحظة دي بتتصل إلا ببابها فوزي وبتهني على مرور 30 سنة على جوازه من مامتها نورتان ولها بيسمعها كلش بيتوتر وبيفتكر حبه ليها من أيام الطفولة وبيسيب الصفرة وبيقوم يقفلوا واحده في الجنينة لحد المكالمة ما تخلص وبعدها بيرجع تاني أما إلا فبتفتكر هي كمان نفس الزكريات وبيكون واضح إن قصة حبها هي وكلش كانت طويلة ولست منتهتش ولما بنرجع لكلام بنلاقيه دايق من طريقة معاملة أبو الأخته إلا وبيلوموا على إنه بينفذ أي طلب تطلبه منه إنما طلباته هو لازم يرجعوا فيها وغالباً بيرفضها في الآخر وفي اللحظة دي بيفقد فوزي أعصابه وبيضرب على الصفرة بإيده وبيحذر ابنه كنان من التطاول عليه كن كنان ما بيهموش وبيقوم يقف وبيكمل هجوم على أبوه وبيضطر فوزه إنه يضربه بالألم على وشه قدام الكل وبيقوله إنه عديم التربية وبيخرج كنان من البيته هو متعصب ومتدايق وطبعاً بتخرج وراه بيرنا مرات بعدها بتتكلم نورتان مع جزء فوزي وبتقوله إنه أهان ابنه كنان قدام الكل وبتفكره إنه ما عملش معاه كده وهو صغير عشان يعمل معاه كده وهو كبير فبيقولها فوزي إنه تجاوز في حقه قبل ما هو يضربه وعشان كده لازم يوقفه عند حده لها بتحاول إنها تتناقش معاه بيقولها إنه مضغوط ومش عايز يتكلم وبيسيبها وبيخرج يقعد لوحده هو عايزه وده لإنه هم إخوات مش مجرد شركة وبس في نفس الوقت ده بتكون نورتان في قوضتها ولما بتفتح الدولاب بتقدر إنها توصل لتليفون خاص بجزء فوزي كان بخبيه وسط الهدوم وبتفتحه وبتلاقي رسالة جاية لهم واحدة ست وطبعاً بتتصدم وبتاخد التليفون وبتطلع تجري عليه عشان تسأله على الرسالة إن فوزي بيلومها في البداية لإنها دورت وراءه وبيحاول يحاسسها إنها هي اللي غلطانه بس بينهار في الآخر وبيعترف إنه خانها وبيقول لها إنه ارتكب غلطة كبيرة في حقها وبيطلب منها إنها تسامحه لكن نورتان ما بتقدرش تسامحه وبتفضل تدور في مكتبه زي المجنون الحد بيتلاقي مسدس وبتمسكه وبتهدده بيه باللحظة دي بيكون كنان راجع للبيت مع كلش وبيسمعه صدر بنار جايم البيت وبيجرب سرعة على جوه علشان يشوفه إيه اللي بيحصل وأول ما بيدخلوا مكتب فاوزي بيلقوا مضروب بروساس وما بيتحركش وبيلاقوا نورتان قاعدة وشال المسدس وهي مصدومة ورغم إن كلش بيحاول يسعف فاوزي إلا إنه بيفشل وبيطلب من كنان إنه يتصل بالإسعاف لكن فاوزي خلاص بيبقى ماته شبع موت وبيفضل كنان يسرخ وينادي عليه بدون فايدة ولما بتوصل الشرطة وبيحاول المحاقق إنه ياخد أقوال نورتان ما بتردش عليه وبترفض إنها تقول أي كلمة فبيقول لها الزابط إنه هياخدها الإسم الشرطة وهناك يكمل معاه التحقي براحته وطبعا كنان بيبقى مش مصدق كل اللي بيحصل ده وبيقول إن مامته مستحيل تعمل كده أبدا فبتقول لمراته برنا إنه هم ملقيوا في إيدها المسدس الارتكبت بالجريمة وبيقول لها كنان إنه مسكت المسدس بعد ما الجريمة حصلت وبيركب عربيته وبيروح على إسم الشرطة عشان يبقى قريب من مامته في نفس الوقت ده بيشوف كلش أخوه علي قدام بيت فاوزي وبيسأله عن سبب وجوده هناك في الوقت ده فبيقول له علي إن التليفونه ضاع منه وعشان كده جاي يدور عليه بس أول ما بيشوف جسد فاوزي والمساعدين شايلينها بيعايته بيسأل كلش إن كان عمه فاوزي مات بجد فبياخده كلش وبيرجاه على بيتهم وهناك بتلاحظ مامته سنيحة إنه بيعايته منهار وبتسأله عن السبب وبتبقى مستغربة من رد فعله المبالغ فيه لكن علي ما بيردش عليها وبيجري على قده وبيروح وراه كلش وبيحاول يهدي لحد ما بينام ولها بيخرج كلش من قده أخوه بيستقبل اتصال من كنان اللي بيقول له إنه لسه لحد دلوقتي ما قابلش مامته وبيقول له كمان إنه مش عارف هيبلغ أخته إلا بالخبر ده إزاي وبيضطر كلش إنه يسافر لإلا بنفسه لحد إسطنبول وهناك بيخبط على باب الشقة اللي ساكن فيها إلا اللي بتتوتر لما بتفتح الباب وبتلاقيه قدامها وبتقفل الباب في وشه بسرعة وبيرجع يخبط على الباب بعصبية وبيقول لها إنه مش جاي لها بمزاجه وبيطلب منها إنه تفتح لإنه عايزها في موضوع مهم ولما بتفتحت له بيطلب منها إنه تيجي معها بسرعة وبتحذره من الأسلوب اللي بيتكلم معها بيه وبيضطر كلش إنه يدخل بنفسه يحضر لها شنطتها وبياخدها معاه بالقوة للعربية لكن إلا بتفضل متعصبة ومتدائقة وهو بيسوق وهو بتتهمه إنه جاي يخطفها لحد ما بيضطر كلش إنه يوقف العربية وفي اللحظة دي بيتصل بيه كنانو بترد عليه إلا وبتسأله عن اللي حصل فبيكذب عليها وبيفاهمها إن أبوهم في المستشفى وحلته خطيرة لما بنرجع لكنان بنلاقيه رجع لإسم الشرطة وقدر ياخد إذن علشان يتكلم مع مانتو نورت عنه وقبل ما بيسيبوا الزبط معاها بيقولوا إنه مسموح له بخمس دقايق وبس وبيبدل يسأل مامته عن الساب اللي خليها تقتي الباباه وبيسألها كمان إن كانت ضربته بسببه بس بتفضل سكتة وده بيخليه يتعصب أكتر ويفقد أعصابه وبيرجع له الزبط وبيقوله إنه الخمس دقايق بتعوخلسه وبياخده بايد عن نورتان وفي الطريق بيقف كلش عشان ينزل يجيب مياه بس بيفتكر إزاي إلا كان بتعمل معاه وبتوسيه وقته موت باباه أما إلا فبتستقبل اتصال خليطة سنيحة اللي كانت قصدا تتكلم معه كلش وبتقول لها إلا إنه نزل يجيب حاجة من السوبر ماركت ورجع تاني ولإن سنيحة وبتكونش عارفة إن كلش مخب عن إلا مدباباه فوزي بتغلط وبتعزيها فيه وبتعرف إلا إنه مات وبتنزل تجري من العربية زي المجنونة ولما بيخرج كلش من السوبر ماركت وبيشوفها بيجري وراها لحد ما بيحصلها وبيحضنها وفي نفس الوقت ده بتلاحظ بيرنا إن خدم بيت صبري وظريفة وجنان قاعدين بيتكلموا عن اللي حصل وبتقطع كلامهم وبتطلب منهم إنهم يشوفوا شغلهم وبتتمنى ظريفة بينها وبين نفسها إن نورتان تطلع من البيت وترجع لهم بسرعة لها بتتصل بيرنا بجزهك إن أنا وبتسأله عن مامته نورتان بيقول لها إن مامته ما قاتلتش باباه وإن فيه لغز في اللي حصل ويفهمها إن لو قدر يعرفه هيحل لغز الجريمة اللي حصلت بسهولة وفي اللحظة دي بيوصل إحسان على اسم الشرطة وبيسلم على بهيجة المحامية اللي بتبقى بين تخته وبيسألها عن تطورات القضية فبيتقوله إن التحقيق لست مفتوح وبعد ما بيخلص أكيد نورتان هتتحول للمحكمة وبتعرفه كمان إنها دخلت تتكلم معها بعد شوي ولما بتدخل بهيجة على نورتان بتسألها إلي حصل بالزبط وقته والجريمة وبتعرفها إنها طول ما هي مخباية عليهم اللي حصل تفضل هي المتهمة الرئيسية في الجريمة وبتفضل تطمنها وتشجعها عشان تتكلم لكن نورتان بتفضل ساكتا وبتقول شوالا كلمة ولما بنرجع لإلة بنلاقيها لسه معاكلش في عربيته وبتطلب منه إنه يقول لها الحياة كاملة وبيضطر إنه يقول لها الحادثة حصلت إزاي وبيعرفها إن الشرطة لقيت مسدس في إيد مامة ونورتان وعشان كده أبضت عليها وبتحقق معاها كمتهمة بقتل جزها فوزي فبتنزل إلم العربية وبتجري على اسم الشرطة وأول ما بتدخل بتجري على كنان أخوها وبتحضنه وبتسلم كمان على بهيجة وبتطلب منهم إنهم ما يفهموا اللي حصل فبتخد أبا هيجة على جنبه وبتتكلم معاه اللحظة دي بيتسل علي بأخوه كيلش وبيخرج له برا الاسم وبيتفاجئ كيلش لما بيقول له علي إنه عاوز يدخل اسم الشرطة وبيقول له إنه كان موجود وقته ويقول جريمة وحارف إلا حصل بالضبط وبيقول له إنه دخل مكتب فوزي عشان يفض الخناء اللي كانت بينه بن مراته نورتان ولما حاول يمسك المسدس وياخده بعيدة علشان ما حدش يتعور طلعت منه طلق بالغلط وقتلت فوزي وبيعرفه إنه نورتان صحيته إنه يهرب بسرعة وهي مش هتقول أي حاجة ولا هتجيب صرته في التحقيق ولما بيسمع كيلش للقصة كاملة من علي أخوه بيضربه عشان يسكت وفجأة بتظهر إلا وبتحاول إنها تدخل وبيمصح إنها تبعد ويقول لها إن ديش أون عائلية وبياخد علي عشان يرجعوا البيت وبينصحوا إنه يسكت خالص وما يتكلمش مع حد ولما بنرجع لنورتان بيلاقيها قاعدة وحيدة في الزنزانة وبتفكر في الرسائل اللي شافتها على تليفون جوزها فوزي وبتكون حزينة لإنها اكتشفت خيانتوا ليها بعد 30 سنة جواز وبعد قصة حب الكل كان بيحسدهم عليها وتاني يوم الصبح بتقف زريفة الخادمة مع عصابري قدام مكتب فوزي بتقولوا إنه فوزي ونورتان كانوا زالع صفير كانوا طول الوقت متفقين ومتفاهمين بتعرفوا إنها مستغربة من اللي حصل مش ميصدق أن نورتان ممكن تأذي جوزها أبدا وفاجأة بيلاقي صبر التليفون اللي زبطته نورتان في دولاب فوزي وبيقول لزريفة إنه هيحتفظ به لحد ما تخرج نورتان وبعدين يبقى يدهولها وفي اللحظة دي بتظهر بيرنا وبتسأل زريفة عن اللي هي بتعمله فبتقول لها إنها بنضف المكتب بس بيرنا بتلمها وبتقول لها إن المكتب ده يعتبر مسرح الجريمة اللي حصلت ما ينفعش إنها تقرب منه لها بتبعت زريفة هي وصبري بتدخل بيرنا المكتب عشان تدور على التليفون بس طبعا ما بتلاقيهوش وبتضطر إنها ترجع البيت بسرعة أما زريفة فبتوري بنتها جنان التليفون اللي صبري لقيه في المكتب وبتطلب منها إنها تفتحه بس جنان بتقول لها إنها مش خبيرة قوي عشان بتحلق تليفون له كلمة سر وبتنصحها إنها تديل بيرنا لكن زريفة بترفض وبتقول نفسها إن التليفون ده احتمال يكون تليفون نورتاني الشخصي وفي نفس الوقت ده بتكون إلا وقفة قدام اسم الشرطة مع بهيجة وبتسألها إزاي هي مش مسموح لها تشوف أمها لحد دلوقتي وبتلاحظ إن المدعي العام خارج قدامها وبيركب عربيته علشان يتمشى فبتركب هيك كمان عربيتها وبترده لحد ما بتحصله وبتجبره إنه يقف وبتنزل تقف قدامه وبتطلب منه إنها تقابل أمها فبينفعل عليها وبيقول لها إنها عارفة الإجراءات في الأضايا اللي زي دي في اللحظة دي بيكون كلش معد بعربيته على الطريق بالصدفة بيشوف إلا وبيقف يتكلم مع المدعي العام وبيقدر إنه يقنعه باللي إلا عايزاه فبيقول لهم المدعي العام إنهما يسمح لهم يشوفوا نورتان وبيهددهم إنها لو قررت غلطتها دي تاني وطردته على الطريق هيحبسها فورا بعدها بيزور كلش نورتان في زنزانتها وبيقول لها إنه عارف كل حاجة وبشكرها عشان كانت رحيمة بعلي أخوه وبيطمنها عشان تتشجع وتتكلم متخرج اللي جواه وبتقوله إنها اكتشفت خيانات فوزي ليها وإنها مش هتصرح العيلة بالاكتشاف ده لإنها شايفة إن من الأحسن ليها إن الكل يشوفها مجرمة وقتلة ولا إنها تشوي صورة فوزي بعد ما ميت وبتقرر إنها تتكلم أخيرا وتقول شهادتها للمدعي العامل وعشان كده بيخرج كلش برة اسم الشرطة وبيطلب من بهيجة إنها تدخل لنورتان علشان ترتب معاها الشهادة اللي هتقولها أما هو فبياخد إيلا وبيتمشي مع بعض ولما بتسأله إيلا عن اللي أمها قالت هولو بيقول لها على اللي اتفق مع نورتان عليه وبيعرفها إن بابها هو اللي ضرب نفسه بالرصاص وانتحق وطبعا إيلا بتتصدم من اللي بتسمعه وبتقول لكلش إنها لما كلمت بابها قبل الحادثة بيوم كان مزاجه مش حلو لكن مش لدرجة إنه ينتحر وبتستغرب كمان لأن موضوع الانتحر ده ما تكشفش غير بعد كم يوم وبيقول لها كلش ده حقيقي لأن نورتان هي اللي معاها الحياة كاملة وبمجرد مقاررة إنها تتكلم قدر يعرف منها اللي حصل بالزبط وعشان كده بنرجع بيلا على البيت وبتدخل مكتب بابها وبتمسك الهدوم بتاعته وبتفضل تشم فيها وهي حزينة وبتعاية أما كلش فبيقرر يلم العيلة كلها وبيقول لهم الكلام اللي اتفق عليه مع نورتان وبيقول لهم إن فوز انتحر فبينفع الكنان وبيسأله إزاي بابا ينتحر فجأة كده وبدون مقدمات أما بيرنا فبتسأل إن كان حماها فوز ساب رسالة انتحر ولا لا لكن كلش بيقرر إنه يقطع حبل النقاش ده وبياخد مامته وبيمشوا وبيسيبوا كنان وبرنا لوحدهم وبالليل بتطلع عائلة بصندوق هدايا قديمة بتاعتها وبتفضل تستعيد ذكريتها مع كل هداية ومع الهدايا اللي تخصت كلش بالزيت بعدها بتنزل تشرب من المطبخ وبتتفاجئ ببيرنا واقفة لوحدها وبتتكلم في التليفون لكن بيرنا أول ما بتشوفها بتقفل المكالمة وبتقول لها إنها كان بتتكلم مع خليتها شيرمين اللي كان بتعزيها في موت فوزي لكن إيه لا بتبقى عايزة تعرف من بيرنا كل حاجة كان بتحصل جوه البيت وبتقرر بيرنا إنها تستغل الموقف ده علشان تزرع في دماغها كل اللي هي عايزة وبتقول لها إن باباها كان دايما بيتخنق مع كلش في الفترة الأخيرة وبتستغرب إلها وبتقول لها إن كلش مالهاش أي حاجة عن خلافاته مع باباها فبتقول لها بيرنا إنه مستحيل يقول لها حاجة زي دي وخصوصا بعد انتحار باباها بعدها بيروح كلش للطبيب الشارع وبيطلب منه يثبت في التقرير إن فوزي مات منتحر وبيقوله إنه رتم مستحيل تكون قتلته فبيقوله الطبيب الشارع إنه بيحبه وبيحبه بابا اللي كان ليه أفضل كبيرة عليه لكن هو بيطلب منه ده مش هيقدر يعمله لإنه طبيب شارعي بيرعي ضميره مش هيقدر يزور في الحقيقة أو يكتب حاجة ما حصلتش لها بيخرج كلش من عند الطبيب الشارع بيلائلة في انتظاره عشان تسأله إن كان فعلا يتخنق مع باباها قبل ما يموت فبيقول لها إن باباها هو آخر إنسان على وجه الأرض ممكن يتخنق معاه وبينصحها إنها ما تسلمش بدنها لأي حد لإنه من الواضح إن في حد لعب في دماغها ولا حاجات ما حصلتش وتاني يوم بيرجع كلش وبهيجة مع نورتان البيت بعد ما بتبقى قالت شهادتها قدام المدعي العام لكن لما بتعدي من قدام مكتب فوزي جزها بتفتكر كل اللي حصل في الخناء يومها وبتفتكر كمان هو مات إزاي بعدها بيرجع كلش على بيته بيقول لمامته سنيحة والأخته إن نورتان خرجت من اسم الشرطة خلاص فبتبريك له سنيحة وبتقوله إنه عمل اللي عليه معاهم مزيادة شوية كمان وعلى طول بيدخل كلش لأخوه علي اللي بيبقى نايم على سريره ومشغل مزيكة عالية جدا عشان ينعزل عن العالم وبيشيل كلش استماعات من ويدانه وبيقوله إنه الموضوع خلص خلاص وبيعرفه إنه نورتان خرجت من اسم الشرط وإنه هم اقتنعوا خلاص إنه فوزي انتحر وبيطلب منه إنه ما يقلقش لكن علي بيبقى ليس تحس بالزم عشان كده بيقومش من على سريره وبيضي ظهروا الكلش وبينام وفي نفس الوقت ده بتكون بيرنا ثابت الكل وراح تدور على التليفون اللي تقتل بسببه فوزي في مكتبه لكن ما بيتلاقيهوش وقبل ما بتفتح درج المكتب بتلاقي ظرف مقفول فيه وصية فوزي وبتحطه في جبل حد ما يبقى لوحدها وبتفتحه وبتشوف إيه اللي جواه ولما بنرجع لكلش بنلاقيه رحل كنان علشان يواسيه ويبقى جنبه بس بيلاقي إحسان هناك وبيفتح معاهم موضوع الفندق من جديد وبيقولهم كنان إنه مش فايق وعقله لسه مشوش من اللي حصل وبيستأذم منهم عشان يمشي لوحده ولما بيمشي كنان بيقول إحسان لكلش إنه تعب كده من المستثمرين علشان يقدر يقنعهم إنه هما يبنوا الفندق في المدينة بتاعتهم فبيقوله كلش إن الوقت مش مناسب للكلام اللي بيقوله ده فبيضطر إحسان ويقفل الموضوع وبيسيبه وبيمشي وفي نفس الوقت ده بتكون بيرنا قاعدة لوحدها وبتقرى وصية فوزي اللي بيتكلم فيها عن توزيع أملاكه بعد ما يموت لكن لما بتقرى بتتوتر وبتبعت رسالة الإحسان وبتقوله فيها إنه هما لازم يتقابلوا في الجنازة أو بعدها وفي جنازة فوزي بينشوف كلش وكنانو وهم بينزلوا فوزي لقبر بنفسهم وبعدين بيقف كنانو وبيسأل الناس إن كان حد فيهم ليه دين عند أبو وبيقولهم إنه مستعد يسدده فورا لكن الناس بتدعي الفوزي بالرحمة ومحدش بيقول إنه عنده أي دين وفي اللحظة دي بيستغل إحسان إن شغل كنانو وكلش بالعزة وبيروح يقابل بيرنا وبيحذرها من إن العيلة ممكن تشك فيهم هما لاتنين بسبب غيابهم في نفس الوقت لكن بيرنا بتقوله إنها طلب تقابله علشان حاجة مهمة وبترجع بذكرياتها وبتشوف نفسها وهي بتتخنق مع فوزي لأنه رافض يكمل معاها ولأنه بيقول لها إنه عنده أسرة مش عايز يخسرها وبنفهم من كده إن بيرنا وفوزي كانوا على علاقات بعض وبتفوق بيرنا من ذكرياتها على صوت إحسان وهو بيلومها على علاقتها الأديمة بفوزي فبتقوله إن العلاقة دي تقفلت خالص يوم ما قررت تتجوز كنان ابنه وبتوري له وصيد فوزي وبتقوله إنها مش هتبقى على هواه وعشان كده لازم يساعدها بعدها بتجمع نورتان العيلة كلها وبتقولهم إنهم عاشوا أيام صعبة بعدهم متفوزي وبتقولهم كمان إنها مش عايزة تحس إن اللي حصل ده هيؤثر بيستلبة على حياة أي حد فيهم وعشان كده بتطلب من كل واحد فيهم إنه يرجح لحياته الطبيعية من تاني ولما بتطلب من إلا إنها ترجع لشغلها في اسطنبول بتتدايق منها وبتخرج برا البيت وبيروح وراها كلش علشان يهديها وبينصح إنها متزعلش من مومتها نورتان وده لإنها مصدومة مش متزنة بعد ما فقدت رفيق ضربها بعدها بيفاجئ إحسان بهيجة وبيقول لها إنه عارف حبها الكلش وبتقوله إنه حب من طرف واحد وهو مش عارف وبينصح إنها متقبلش الخسارة وتفضل تحاول لحد ما تعرف كلش إنها أنسب واحدة لي ولما بترد عليه بتقوله إنه كلش بيحب إلا بيقول لها إنه عارف ده بس تعرف كمان علاقة ما بينهم زي حقل الألغب بالزبط وعشان كده مستحيل تستمر فترة طويلة وبالليل بنشوف بيرنا وهي بتحرق وصية فوزي وبتتخلص منها وهنا بنفهم إن الوصية مش عجبها ومش في صلاحها هي وجوزها كنان وتاني يوم الصبح بتتكلم نورتان مع كنان وإلا وبتقولهم إنها عارفة إن كلامها مبارح زعالهم منها بس ملهاش غيرهم خصوصا بعد موت فوزي وبعدها بتفتكر نورتان لما كان بتتكلم مع فوزي وكنان ابنهم قطعهم وقال لهم إنه عاوز يعرفهم على البنت اللي بيحبها وهيتجاوزها ووقتها بيتفاجئ فوزي وبيتصدم لما بيشوف بيرنا بس بيحاول إنه إتمسك علشان ما حدش يعرف إنه كان على علاقة بيها قبل ابنه وبعد ما بتفوق نورتان من ذكرياتها بتبدأ تشك في بيرنا وبتقرر إنها هتواجهها بكل حاجة وعشان كده بتروح لها قضيتها وبتقول لها إنها عارفة حيائتها كويس وعارفة كمان إنها كانت على علاقة بجوزها فوزي فبتحاول بيرنا إنها تدفع عن نفسها وبتقول لها إن الموضوع ده كان قديم جدا لكن نورتان ما بتكونش متقبلها ولا طيقة تشوفها قدامها وعشان كده بتنصحها إنها تلم مهدمها وتمشي وتختفي من حياتهم في أسرع وقت إلا إن بيرنا بترفض تمشي وبتقول لها إنها تفضل في البيت إنها بتحب جوزها ومش هتتخلى عنه وتعرفها إنها شكة في قصة انتحار فوزي وشك كمان إنها تقتل على أدها هي وبتنصحها إنها تهدى وتفكر بالعقل علشان ما تهدش العيلة وبتقول لها إنها هتمشي وهتسيبها الوحدة عشان تقدر تفكر كويس بعدها بنشوف إحسان هو لاستقعد مع بهيجة وبنشوف ابن جوهكان وهو داخل عليهم فجأ وبيقوم إحسان من ما كانوا بسرعة وبيحضنوا بلهفة وبيقولوا إنه لو كان عرفوا إنه كان جاي كان استقبلوا استقبل تاني خالص فبيقولوا الجوهكان إنه كان عايزي فجأه ولما بنرجع لنورتان باللاقيها لستة بتقلب في ذكرياتها مع فوزي والمرة دي بتفتكر لما كان معارض جواز كنام من بيرنا وبتسأله عن سر رفضه الشديد للبنت فبيقول لها فوزي إن ابنها عقله مشوش ومش قدر يفكر كويس ونتفكيره في الجواز في الوقت ده غلط لإنه لسه قدامه حاجات كتير لازم يعملها قبل الجواز وبتفوق نورتان من ذكرياتها على تليفون من رقم غريب ولما بترد بتلاقي اللي بيتكلم محامي بيعرف نفسه بإنه محسن ديمير أوجلو محامي جزها فوزي وبيتصل محسن بكنان وقلة وكلش هما كمان وبيطلب منهم إنهما يجتمعوا كلهم في مكتبه وبيديهم العنوان وفي الاجتماع بيقول لهم المحامي محسن إن فوزي كتب وصيته قبل ما يموت وعمل منها نسختين وسلموا نسخة منهم وبيقرر إنه يطلع النسخة اللي معاه ويقراها عليهم وبيقول إن الأراضي هو كل الزيتون اللي متسجلة بإسمه كلها هتكون من نصيب إله أما بيت العيلة والبيت اللي بيقضوا السيف فيه هيكون من نصيب نورتان وبيفضل كنان يسمع توزيع التركة وهو مصدوم لحد يبييجي الدور عليه وبيتصدم أكتر لإنه أبوه مدي بيته وأرضه في قرية بعيدة وطبعا أول ما بيسمع الكلام ده بيدحك بيكونش مسدق اللي أبوه موصي بيه ولا قدر إنه يستوعي في النهاية بيقول محسن إن مصنع زيت الزيتون بتاع فوزي هيكون من نصيب كلش فبتقوم إله من مكانها وبتطلب من المحامي تقرى الوصية بنفسها ولها ما بتقرها بتسأل كلش إن كان على علمه بالوصية دي ولا لأ وهنا بيضطر المحامي محسن إنه يتدخل وبيقولهم إن المصنع اللي كتبه فوزي الكلش ده كان مقابل دين كان عليه ليه وهو بيسدده ولها بتبص إله الكلش بيأكد لها كلام المحامي وبتتدايق وبتخرج برا المكتب بيقوم كلش يجري وراها ولها بيحصلها بتقوله إله إنها سألته قبل كده إن كان مخب عليها حاجة يا ما تعرفهاش وبتلومه لإنها عن رغم من سؤالها ليه إلا إنه ما جبلهاش سيرة الدين إلي ليه عند أبوها وبتقوله إن أبوها أكيد انتحر بساب الدين اللي عليه ده وبتقوله إنها تعودت منه على إنه يخيب أملها ويخب عنها كل حاجة وإنها علشان كده هي مش عايزة تشوفه تاني وفي نفس الوقت ده بتكون بهيجة وصلت المكان اللي هتقابل فيه إله واللي أول ما بتشوفها بتسألها إن كان تعرف سر الدين اللي كان عند أبوها الكلش فبتقول لها بهيجة إنها ما تعرفش حاجة ودي أول مرة تسمع فيها الكلام ده وبتطلب منها إله إنها تساعدها وتفكر معاها إزاي تقدر تسدد الدين اللي كان على أبوها الكلش وإزاي تقدر تسترد منه وصنع زيت الزتون اللي وصى بيه أبوها ليه قابل الدين لما بنرجع لجوهكان بنلاقيه بيقول لأبوه إحسان إنه رجع المدينة عشان يقف جنب وبيعرفوا إنه بعده موت فوزي وانتقال ملكية الأرض الإله بقى سهل عليهم إنه هم يقنعها بفكرة الفندق وبيفرح إحسان بابنه اللي قرر إنه يقف جنبه ويساعده وبيقوله إنه مستعد يعمل أي حاجة عشان مشروع الفندق يكمل بعدها بيقرر كنان يلمه هدومه وياخد مراته بيرنا ويروحوا يسكنه في مكان تاني ولما بتحاول نورتان تهدي وتقنعه إنه يفضل معهم بيرفض وبيسيبها وبيدخل قطه مع بيرنا اللي بتنصحه إنه ما يستسلمش وبتفهمه إنه لازم يطالب بحق وبتقوله إنه يقدر يقابل كلش وإله ويطلب حقه منهم ولما بيروح كنان عشان يقابل كلش بتتصل بيرنا بإحسان وبتقوله إنه وصيد فوزي كان فيه نسخة تانية منها مع المحامي وبتقوله كمان إنه بلغ الكل بيها ومن ساعتها والوضع في البيت مش تمام شوية بيوصل كنان لكلش وبيقوله إنه كمفكره صاحبه اللي مش بيخب عنه حاجة فبيقوله كلش إنه ما خباش عنه أي حاجة وبيحلف له إنه ما كانش يعرف أي حاجة عن وصيد أبوه وبيدي ورقة فيها تنازل عن الدين وبيقوله إنه أخوه وإنه الأخوة اللي بينهم أهم من الأملاك والفلوس وبياخد كنان ورقة التنازل وبيوريها لمراته بيرنا والأخته إله وبيقولهم إنه كلش مش عايز الدين اللي ليه عندهم وبتتدايق إله وبتروح لكلش وبتقوله إنه مش محتاجين منه إحسان وإن الدين اللي ليه عند أبوها هي هتتكفل برضو بيه وبتسيبه وبتمشي وهي متحفزة ضده وبتتحداه ولما بتسوق عربيتها عالطريق بتتفاجئ بعربية تانية بتطردها ولما العربية دي بتحصلها بتشوف إن اللي بيسوقها هو جوهكان اللي بيوقفها وبيسلم عليها وبيعزيها في موت بابوها وبيعزمها على القهوة وفي الكافيه بيحاول جوهكان إنه يرضي غرور إله ويتقرب منها وبيقول لها إنها قوية وقدرت تسيب المدينة بتاعتها وتعيش في اسطنبول وتبقى محامية نكحة وده على عكس أشخاص زي كلش اللي ما بيقدرش يعيش برا المدينة اللي تولد فيها فبتقوله إله إن كلش قريب قوي من كل أفراد الأسرة وعشان كده هي بتحس إنه هو بيسرقهم منها فبيقول لها جوهكان إنها تقدر تواجه ده كويس وبيعيدها إنه هيكون جنبها ويقدم لها مستعدته لو فيه محتاجتها وبالليل بيقول كلش لأمه سنيحة إنه تنازل عن الدين اللي كان ليه عنده فوزي وبتتعصى وبتقوله إنه فيش حد بيعمل كده في الزمن ده وبتفكر إنه مر بأزمات كتير في شغله وما حدش عمل معاه كده حتى فوزي نفسه ما سلفوش ولا ليرة ولا وقف جنبه في أزماته فبيتضيق كلش وبيقول لها إنه خلاص تنازل عن الدين والموضوع انتهى وفي النفس الوقت ده بيكون كنام مع أخته إلا اللي بتقوله إنها مش هتقبل النكلش يعطف عليهم وبتعرفوا إنها كلفة بهيجة تقدم لهم على قرد من البنك عشان يسددوا بيدين وبيتضيق كنام منها وبيقول لها إن زراعة الزاتون مش هتغطي القرد ده وبيقول لها إنها مش فاهمة دنيا كويس ولا هتقدر تسدد القرد تاني يوم الصبح تتفاجئ إلا وبهيجة بمصطفى موظف البنك وهو بيقول لهم إنه مش هيقدروا ياخدوا القرد وده لأن الضمانات اللي هما مقدمينها غير كافية وأول ما بيخرجوا من عنده بيتصل بإحسان وبيقولوا إنه نفذ اللي طلبوا منه ورفض إنه يديهم القرد فبيقولوا إحسان وهيردوله جميل وده في الوقت المناسب أما إلا فبترفض تستسلم وبتروح لكلش وبتقولوا إنها هتسددوا الدين اللي لي مرة واحدة وبيقول لها إنه عارف إن القرد اللي هي قدمت عليه ترفض إنها مش هتقدر تسدد حاجة لكن إلا بتفاجئوا بشيك في مبلغ الدين كله وبتدهوله وبتقولوا إنها لقيت شريك لها في الأرض اللي ورستها عن أبوها وفي اللحظة دي بيظهر جهكان على الباب وبيفهم كلش إن الفلوس اللي في الشيك ده بتاعت وبيقطع الشيك وبيهنيها على الشراكة وهو حزين وبيدمع لكنه بيقدر يتمسك بعد لحظاته بيطلب من إلا إنه يتكلم معها على انفراد وبيحاول جهكان إنه يتدخل لكن كلش بيمنعه وبيقوله إنه عاوز يتكلم مع إلا مش معاه هو وبتضطر إلى إنها توافق وبتخرج برا المكتب وهو بيخرج وراها وبيسيبه جهكان لوحده وبر المكتب بيسألها كلش عن اللي هي بتعمله ده فبتقوله إنها بتحاول تسدد دين أبوها وبتقوله كمان إنها مش هتقبل منه مساعدة وده لإنها ما بتقبلش مساعدة من حد كدب عليها ولو لمرة واحدة وفي نفس الوقت ده بيكون كنان في البيت وبيتفاجئ إن أمه نورتان بتطلع هدوم أبوه وبيسألها عن السبب فبتقوله إنها تتبرع بهم للفقرة وبيلومها على إنها تعبى نفسها مع إنها ممكن تسيب المهمة دي الجنان الخدامة ولها بيقعد جنبها وبيطبطب عليها بتقوله إنها مكسوفة قوي لإن أبوه ظلمه فبيطلب منها كنان إنها ما تشيلش هام لإنه قادر يتعامل مع للحصل وقادر يستمر رفحاته بشكل طبيعي في اللحظة دي بتدخل عليهم بيرنا وبيقولهم كنان إنه هيروح يقابل كلش لإنه عايز يتكلم معه في موضوع مهم أما النورتان فبتكونش طيقة بيرنا وبتطلب منها إنها تخرج من قضيتها لكن بيرنا بترد عليها ببرود وبتقولها إنها تفضل موجودة في البيت سواء برضاها أو غزبن عنها ومعدها بيتكلم جهكان مع إيلا وبيطرح عليها إنه هما ينقلوا ملكية أراضي الزتون ليه بشكل رسمي فبتقوله إيلا إنها عايزة تعمل كده بأسرع وقت إنها عايزة تاخد الفلوس وتحطها على الترابيزة قدام كلش وبتخلص من عبق الدين ولما بترجع إيلا للبيت وبتشوفها بيرنا بتتعمد إنها توريها هدوم أبوها اللي أمها أمرت بتوزعها على الفقرة وبتتدايق إيلا وبتمسك الجاكت المفضل اللي أبوها كان بيحبه وبتلوم أمها بينها وبين نفسها وبتستغل بيرنا الموقف وبتقول لها إن أمها بقتش متزنة زي الأول ده غير إنها بقت تتكلم مع نفسها كتير في الفترة الأخيرة وبتنصح أنها تاخدها معها سطنبول علشان تغير جاوه وتتجاوز أحزانها شوية أما كنانفة بيبقعت في مكتب كلش اللي بيقولوا إنه أخته إيلا بقت فريسة سهلة لجهكان وبيعرفوا إنها هتبع له أراضي الزيتون اللي ورستها عن أبوها وبتدخل نظم أخو كلش وبيقولهم إنه شاكك إن إحسان هو اللي ورا اللي بيحصل ده فبيتدايق كلش وبيقرر يروح لإحسان بنفسه عشان يتفاهم معاه وأول ما بيشوفه بيسأله عن اللي ابنه جهكان بيعمل وبيقوله إنه بيدي فلوس لإيلا علشان تسد الدين أبوها في نظير إنه ياخد منها أراضي الزيتون فبيقوله إحسان إنه مالوش دعوة باللي بيعمله جهكان لأنه راجل كبير وعائل وعارف هو بيعمل إيه بالظهر ويتهمه كلش إنه هو اللي بيحرك جهكان علشان نفذ حلم الفندو وبيتعصب إحسانه بيقول للكلش إنه مش هيستخبى وراه ابنه وحتى لو كان بيستخبى وراه فده ما بيدوش الحق عشان ييجي يلومه ويهجمه في بيته فبيتعصب كلش هو كمان ويبطلب من إحسان إنه بيعدبنه عن إيلا وإلا هيتصرف بطريقة ومش هتعجبه إنها بيخرج كلش من بيت إحسان بتخرج وراه بهيجة وبتقوله إنها شايفة صح وشايفة تصرف إلا غلط إنها لو كانت تعرف بنواياه كانت بلغته فورا وهنا بنفهم إن بهيجة حابة برق نفسها قدام كلش ده لإنها لسه بتحبه إنها بيرجع كلش للمصنع وبيلاقي جوهكام في انتظاره وبيطلب منه إنه يتكلم معاه وبيحاول كلش إنه يفهمه إن الموضوع اللي هو بيدخل فيه ده موضوع عائلي لكن جوهكام بيقوله إنه لازم يتدخل لإن إلا أصبحت شركته وهي اللي طلبت منه إنه يتدخل وبيقوله إنه لازم يرجع لهم المصنع وطبعاً الكلام ده بيضايق كلش وبيقوله إنه أكبر غلطة الارتكابة في حياته هي إنه وقف أصاده بيفهمه إنه هيخسر في النهاية لكن جوهكام بيتحدى وبيقوله إنه هيفضل جنب إلا ومش هيسيبها له وبيضطر كلش إنه يضرب جوهكامه وبيترده من مكتبه بالقوة وبالليل بيلاحظ كنان إن أخته إلا موجودة في مكتبه ده بوها وما بيدخل عليها المكتب بتقوله إنها عايزة تعرف باباهم مات إزاي فبيشرح لها اللي هو شاه في وقت الحادثة فبتقوله إنها موجودة عشان تساعده في تسديد دين أبوهم وبيتدايق منها وبيقولها إنها بتحلم وكل اللي بتعمله ده هدفه الأول والأخير هو إنها تنتقم من كلش وبينصح إنها ترمي الماضي ورى ظهرها وترجع لإسطنبول وما بيرجع كلش لبيته وبيقوله أمه سنيحة إن إلا رفضت يتنازل عندينه وعادته إنها تسدده له بنفسها وبتفرح سنيحة بالخبر ده وبتقوله إن إلا بنت شريفة وبتحافظ على حقوق الناس كان كلش بيبقى تعبان ومرهق وعلشان كده بيستأذنها وبيروح على قطه علشان ينام أما الجهكان فبيبقى قاعد مع أبوه إحسان ومع المحامية بهيجة بنت خلته اللي بتربط له جرح إيده اللي سبب ببهوله كلش وبتقوله إنه هو وإلى شخصيتين مختلفتين عن بعض ورغم كده هو ماشي معاها من ساعة ما رجع من صحبه بيصارحها جهكان باللي في قلبه وبيقول لها إنه مستلطف إلى بس مش لدرجة إنه يرتبط بيها أو يتجوزها وبيقول لها إنه ممكن يوقعها في حبه لو ده هيخدم مشروعه هو وأبوه إنما في النهاية مش هيتجوزها وبعد ما بيمشي جهكان بيقول إحسان لباهيجة إنه بعد كل المشاكل اللي بتعملها إيلا معاكلش أكيد هيسيبها وهيحبها هي في النهاية وبينصح أنه تكون قريبة منه عشان تستغل لأي فرصة وتحببه فيها وتاني يوم الصبح بيروح إحسان مع باهيجة لبيت نورتان وبيعرض عليها فكرة الفندق من جديد وبيجدب عليها وبيقول لها إنه فوزي جزء كموافق على الفكرة دي قبل ما يموت طبعا الفندق ده لما بينيها يكون تحت إدارة كنان ورغم إن كنان بيكون مؤيد للفكرة إلا إنه بيبقى محبط وبيقول لإحسان إن المستثمرين أكيد صرفوا نظر عن الموضوع وبتدخل بيرنا وبتقوله إنه هما لست عايزين ابن الفندق ولما بيرنا بتدخل نورتان بيتدايق وبتطلب منها تروح تجيب لها مياه علشان متدخلش في النقاش ففجأة وعلى غير المتوقع بيقدر كليش إنه يوصل لنقطة مشتركة مع إلا ويتفاهم معيها وبيروح لها وبيطلب منها إنه يتبع له كل الأراضي اللي ملكها مقابل الدين اللي على أبوها وبيفهمها إنها بالطريقة دي تقدر إنها ترتاح منه وكمان تسافر أمريكا وفعلا بتقتلع إلا بكلام وبتوافق تتنزل له عن الأراضي وبيكون كليش كل اللي فارق معينه يحمي الأرض من إحسان ومن فكرة الفندق اللي عايز يبني عليها وعلى طول بيروح كليش معيها للمحامي وبيشتري منها الأراضي كلها وبيمضو العقود مع بعض ولما بتبلغ إلا إحسان وجهكان إنها باعت الأراضي لكليش بيتضيقوا جداً وبتتبخر كل أحلامهم وبيكونش عارفين يتصرفوا إزاي أما جينان بنت زريفة فبتكون في المدرسة وبتنمر عليها أصحابها بسبب تليفونها الرخيص وعشان كده بتقرر تسرق تليفون فوزي اللي أمها لقيته قبل كده واحتفظت بيه وده عشان تشتري تليفون جديه وفعلاً بتقدر جينان إنها تنفس خطتها وبتاخد التليفون من وراء ظريفة وبتروح تبيعه وبفلوسه وبتجيب تليفون جديد لنفسها بعدها بنشوف كليش وهو بيتكلم مع إلا وبيعرض عليها إن هما يقضوا يوم مع بعض قبل سفرها وبيقدر فعلاً إنه يقنعها ويقضوا يوم جميل جداً بأخر الليل بيقرر كليش إنه يواجه خوفه وبيقف قدام إلاه وبيطلب منها إنها ما تسافرش وبيقول لها إنه ما ينفعش تعمل زي ما هو عمل قبل كده وهرب وبينصحها تفضل جنبه عشان قصة حبهم تكمل وبيوعدها إن هما هيأسسوا حياة حلوة لهم مع بعض إن هما عن رغم من خناتهم الكتير إلا إن هما هيقدروا يتصلحوا ويرجعوا البعض مرة تانية وفي نفس الوقتة ده بتكون زريفة عرفت إن بنتها سرقت التليفون بتاع فوز وعشان كده بتنهار وبتروح تزعق لها وتسألها هي إزاي قدرت تسرق الناس اللي هما شغلين عندهم وبيأكلوهم ها بتكون إلا هي كمان مبسوطة من اللي حصل بينها وبين كليش وبتقرر تلبس السلسلة اللي ادها لها من سنين وهي تخلت عنها وكمان بتصور نفسها وهي لابسها وبتبعت الصورة لكليش اللي بيبقى مبسوط لإنه هو وإلا أخيراً رجعوا البعض مرة تانية وتاني يوم بتعرف نورتان من زريفة إن التليفون بتاع فوز اختفى وطبعاً نورتان أول ما بتسمع الكلام ده بتنهاره بتفضل تزعق وبسرعة بتروح لكليش وبتعرفه وبتقوله إن التليفون ده فيه حاجات مهمة ماينفعش حد يعرفها وبترفض إنها تقوله على علاقة جزء فوز ببيرنا مرات ابنه كينان لكن علي بيكون واقف الصدفة وبيسمعهم وهما بيتكاليهم مع بعض ولا بيروح لجينان بيلاقيها منهارة وبيعرف منها إنها هي اللي سرقت التليفون وبعيته وبتهديها وبتقول لها إن هما بيعتبروهم من عيلتهم وبتطمنها وبتعرفها إن جينان أكيد مش هتعمل حاجة زي دي مرة تانية وبتوعدها كمان إنها ترجع التليفون وتحل المشكلة وفعلاً بتروح إلى المحل التليفونات وبتعرف من البيع إن علي جاله وأخد منه التليفون وبتكونش فاهمة إعلاقة علي بحاجة زي دي وقتها بترجع بذكرياتها وبتفتكر كريش لما ضرب علي قدام اسم الشرطة وقتها هي تصدم وما كانتش فاهمة اللي بيحصل وفي الطريق بتقابل إيلا علي وبتسأله عن السر اللي هو مخبي عليها وبتقوله إن هما عيلة وإنها تعتبر أخته كبيرة فبيقرر علي يحكي لها كل حاجة وبيعرفها إن هو اللي أتلبه وبيقول لها إنها كانت غلطة في نفس اللحظة دي بيوصل كليش ما بيكونش مسدق اللي علي عمله لكن إيلا بتتصدم وبتجري وبتسيبهم وبيروح وراها كليش لكن إيلا بتكون عرفة كل حاجة من التليفون بتاع فاوز بتفهم إن كليش خب عليها عشان يحميها من الحزن على أبوها ومن إنها كمان تعرف إنه كان بيخون أمها مع بيرنا مرات أخوها وأول ما بيوصل كليش بتنهار إيلا بس بيعتذر لها وبيطلب منها تسامحوا وبيوعدها إنه مش هيخب عليها أي حاجة بعد كده وبيعرفها إنه حب حياته إنه ما قدرش حتى يتنفس لو هي بعدت عنه أما إيلا فبتتأثر بكلامه وبتقتنع فاعله صادق وإنه عاوز يحمل لحواليه من إنهما يعرفوا حاجة زي دي تضيقهم وعشان كده بتخضف حضنها في نهاية المسلسل بنشوف نورتان قررت إنها تخب حقيقة فوزة عن عياله وده علشان تحميه أمو الصدمة وعلشان ما تشوفش صورة أبوهم في عينيهم وبنعرف إن إيلا هي كمان قررت تخب الحقيقة دي علشان تحافظ على سمعت أبوها بعد ما مات وبتقرر تعيش حياتها كلها جنب الشخص اللي هي حبته وفي الآخر بتقول إيلا إن فيها وقات بتمر على الإنسان بيحس فيها إنها وحشة وكئيبة لكن على الرغم من كده لازم الإنسان ما يستسلمش ويدور على نور الأمل اللي هينور له الطريق وبتكون إيلا شايفة نور الأمل ده ممكن يبقى صديق أو أهل أو حبيب أو حتى الحياة وعلى الرغم من إنها أوقات بتكسر إلا إن فيها حاجات كتير بتقوى الإنسان وبتخليه قوم من أول وجديد وده علشان يطلع بره النفق الضلمة ويشوف الربيع مرة تانية وكده بينتهي ملخص النهاردة الفيديو ده كتبه محمد التميمي بسجلته أمل عقيل ومنتجه عمر حجاج وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنيمي سليم